أهلا بكم حلقة جديدة من رقم عشرة حكون معكم ضيف في البرنامج الإسبوع ده من السبت ليه التلات إن شاء الله كريم رمزي زملنا المتقلق يرجع تاني ينور الحلقات وينور البرنامج بتاعه طيب خلونا نبدأ مع الإنجاز الكبير اللي حققه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بيتوج بلقب بطولة أفريقيا ليه الأندية البال ثري اللي بتقام في رواندا بعدما بيفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة النتيجة كانت 80-65 تحت قيادة مدربه الأسباني أوجستي بوش بتقام المباراة على صالة تاكيجالي آرينا خلالها بيقدم الفريق الأحمر عرضا قويا بينجح فيه الظهور وبشكل مميز جدا في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن كمان الهجوم السريع الرميات السلسية الـ 3 points والريباوند بينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65 بعد المباراة بيحتفل الجهاز الفني واللعيبة بعد الفوز بالبطولة والتأهل طبعا لبطولة كأس العالم دي الأندية أبطال القارات ألف ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر